اشتركوا في القناة اخوة والاخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله جميعا حيثما كنتم ومرحبا مكم مجددا مع الحلقة الرابعة عشرة في سلسلة العطاءات الالهية في شرح الاربعين النووية ما حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهو الحديث الحادي عشر في هذه السلسلة المباركة عن ابي محمد الحسن ابن علي ابن ابي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته انه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الحديث رواه الترمذي والنسائي وقال عنه الترمذي حديث حسن صحية والحديث ايضا صححه الشيخ الالباني رحمه الله هنا وقف عند تحقيق الحديث وقول الترمذي انه حسن صحية قد يثور سؤال كيف الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا المعروف ان الصحيح من الحديث غير الحسن لان العلماء قسموا الصحيحة الى صحيح لذاته وصحيح لغيره وقسموا الحسن الى حسن لذاته وحسن لغيره وضعيف فكيف نجمع بين وصفين مختلفين لموصوف واحد حسن صحية لقد اجاب اهل العلم عن ذلك بقولهم اذا كان الحديث قد جاء من طريق واحد وقال عنه الترمذي انه حسن صحية فمعناه ان الحافظ رحمه الله شك هل بلغ هذا الطريق درية الصحية ام لا يزال في درية الحسن وان كان قد جاء من طريقين فان معنى هذا الوصف ان احد الطريقين صحيح وان الطريق الاخر حسن طب لو قال قائل ايهما اقوى وامكن واثبث ان يقال حديث صحيح ام ان يقال حديث حسن صحيح ان كان قد جاء من طريقين فحسن صحيح اقوى من صحيح لان هذا يعني انه جاء من طريق صحيح ومن طريق اخر حسن وعند الاجتماع تحمس قوة بلا شك اما ان كان قد جاء من طريق واحد فكلمة حسن صحيح اقل وادنى واضعف من كلمة صحيح لان الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درية الصحة ام لا يزال في درية الحسن بعد هذا التحقيق ندخل الى راوي الحديث الحسن ابن علي ابن ابي طالب ابن فاطمة البتول صبت رسول الله وريحانته ويقال للحسن والحسين الصبتان وانهما سيدة شباب اهل الجنة بالمناسبة كلمة صبت بالكسر تعني ولد الولد من قبل البنت كما ان الاحفاد تعني الاولاد من قبل الاولاد الذكور بخلاف الصبت بالفتحة رجل صبت الشعر اذا كان شعره مرسلا ليس فيه جعودة مسترسل غير جعد فمن كان شعره مرسلا مسترسلا لا جعودة فيه قال هذا ريول صبت الشعر الحسن ابن علي رضي الله عنه تأمل عندما روى هذا الحديث كان صغيرا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسن في سن الثامنة وكان الحسين في سن السابعة وروايته لهذا الحديث ورعايته له وعنايته به وحفظه له يدل على توهج ذكائهما وعلى التوقل قريحتهما وأنه مع صغر سنهما وعيا كثيرا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقله الى الامة بعد هذا الحسن ابن علي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتي من المسلمين وقد كان الام كما قال بأبي هو وأم صلوات ربي وسلامه عليه فإنما استشهد علي وبويع بالخلافة للحسن تنازل عنها لمعاوية رضي الله عن الجميع فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي وحصل بذلك اجتماع لكلمة المسلمين واتلاف لقلوبهم والنفوسهم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ولهذا فإنما فعله الحسن في الجملة كان أرضى لله مما فعله الحسين في الجملة الحسن بن علي ابن البتول الفاطم الزهراء المطهرة النقية سيدة نساء أهل الجنة وهو من خير آل بيت نبينا الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا وريحانته من الدنيا الريحانة هذه الزهرة الطيبة الذكية الرائحة وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانته من الدنيا نأتي بعد هذا إهل الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أولا ضبط الكلمة يصح أن يقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وتكون الكلمة من الثلاث راب يريب ويصح أن يقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وتكون الكلمة من الرواعي بضم أي دع ما أرابك إلى ما لا يريبك فهذا وجه وهذا وجه وكلاهما سائغ وصواب إن شاء الله دع ما يريبك الريب الشك القلق عدم الطمأنينة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يقعه في نفسك ونشك وقلق وعدم الطمأنينة إلى شيء لا يلحقك به قلق ولا جزع ولا ريبة هذا الحديث من جوامع الكلم وما أجوده وما أنفعه لو اتخذه العبد معيارا في حياته وسار عليه الإنسان تمر به شكوك وتتعاقب عليه وساوز وأواجز المخرج منها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لتسلم لتستريح لتطمئن كل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اتركه إلى أمن لا يلحقك به ذلك الريب طبعا ما لم يبلغ الأمر مبلغ الوسواس شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا امني على المستيقن المستيقن ثلاث وزر رابعة محل شك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ائتي بركعة الرابعة وقل كل هذا في عباداتك كلها في معاملاتك كلها فهذا الحديث يدخل في العبادات وفي المعاملات وفي المناكحات وفي أمور كلها ابني أمورك على اليقين على الطمئنينة ابتعد عن الريبة وأسبابها عن القلق وأسبابه عن الخوف وعدم الطمئنينة وأسباب ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إنه لطريق قاصر مستقيم متى مضى الإنسان عليه في حياتي حصل له من ذلك خير كثير دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إن الصدق ريبة إن الصدق طمئنينة وإن الكذب ريبة الصدق طمئنينة والكذب ريبة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لكن قلنا مسألة مهمة جدا ما لم يبلغ الأمر مبلغ الوسواس إذا بلغ الأمر بك مبلغ الوسواس فما عولجت الوساوس بمثل أن تطرحها وأن لا تلتفت إليها وأن لا تلقي لها بالا وأن لا تكملها وزنا احذر أن تستدرجك الوساوس إلى شعابها المحرقة المهلكة إن الشيطان قد يأتيك من هذا الباب ليبغض عليك عبادة ربك ليكدر عليك حياتك لينغص عليك عيشك وكم وجدنا من صور هذه الآلام المبرحة والقصص المروعة التي تحيط بالموسوسين خاصة في باب الطلاق وفي كنايات الطلاق على وجه التحديد حتى يأتي من يقول هل فتح الفم يعتبر كناية من كنايات الطلاق؟ هل إغلاق الفم يعتبر كناية من كنايات الطلاق؟ هل قول سلام كناية من كنايات الطلاق؟ وهكذا في مسلسل بغيض لا ينتهي نقول لهؤلاء وأمثالهم إن المبتلى بالوسوس القهرية في باب الطلاق لا يقع طلاقه ولو صرح به ولو صرح به لأنه مستغلق عليه طوال الوقت ما لم يقصد إليه قاصدا إليه مطمئنا به راضيا به وكان هو قراره الأخير مرة أخرى صاحب الوسوس القهرية في باب الطلاق لا يقع طلاقه ولو صرح به إلا إذا قصد إليه راضيا به مطمئنا إليه لماذا؟ لأنه مستغلق عليه طوال الوقت ولا طلاق في إغلاق أخرج نفسك من محرقة الوسوس لا تلقي إليها قيادك لا تستسلم لها معنى طرح الوسوس ألا تقيم لها وزنا ألا تلتفت إليها ألا تبني عليها اعتبرها كأن لم تكن ابني على الأكثر لاغم نفسك وابني على الأكثر خلاف القاعدة العامة أنك تبني على الأقل مسألة مهمة أيضا أن الشك الذي يأتي بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت إليها أنت الآن صليت جاءك شك هل صليت ثلاثا أم أربعا لا تلتفت إليها هذا لأن الأصل أن تحمل العبادات بعد الفراغ منها على الصحة عقدت عقد زواجه قلت لا أدري هل كان الشهود شهودا عدولا أم كانوا على خلاف ذلك هل تلفظ الولي باللفظ الدقيق الذي يتحقق به الإجاب أم لم يتلفظ به كل ذلك بعد الفراغ من التصرف وبعد الفراغ من العبادة لا تلتفت إليه لا تأبه به لا تقم له وزنة لا تلقي له بالة الأصل أن تحمل العبادات بعد الفراغ منها والعقود بعد إبرامها على الصحة والسلامة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لا شيء يعدل السلامة ولا شيء يعدل الاحتياط كما قلنا ما لم يبلغ الأمر ما يبلغ الوسواس القهر المرضي مسألة لا تفوتنا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهلة من جهلة أصحاب الوساؤس القهرية بالإضافة لاستفتاءات الفقهية لا بد من المعالجات النفسية تداووا عباد الله فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهلة اطلق أبواب العيادات النفسية والطب النفسي لكن ابحث عن الثقات أصحاب الدين لأن هذا المجال قد يكثر فيه الذين يستثمرون معاناة الناس وأجاعهم وألامهم استثمارا رخيصا غير نبيل فابحث عن ثقات هؤلاء وعرض عليهم قضيتك وقد يكون الآن مجرد اختلالات يعني موصلات كهربائية داخل الجسم وأنها تعالج بعلاجات يسيرة ويتجاوز الله بك محنتك إن شاء الله والاستطباب ليس عيبا ونحن نستطب بالقرآن ونستطب بما كشفت عنه العلوم المعاصرة من إنجازات لا تهجر الاستشفاء بالقرآن هجر الاستشفاء بالقرآن صورة منصور الهجر باب من أبوابه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فهجر التلاوة وهجر العمل وهجر التأمل والتدبر وهجر الاستشفاء كل هذا من صور الهجر للقرآن القريب وبعد هذا الاستطباب والاستشفاء بما وهبه الله العباد من علوم ومعارف فإن هذا من نعم الله على عباده التي ينتفع بها وتستثمر وكان الشافعي يقول العلم علمان علم الأبدان علم الأديان وعلم الأبدان وكان يقول لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أن بلى من الطب لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أن بلى من الطب فاطرق هذا الباب واطرق ذلك وكثيرا ما يأتيني من هؤلاء ويلحون ويتابعون فأقول لهم يا أحبابي جوابكم عند الأطباء وليس عند الفقهاء لقد قال الفقهاء ما عندهم وأدوا ما عليهم وبقي بعد هذا الاستطباب بالوسائل المشروعة التي شرعها الله ورسوله تداوى وعباد الله فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله إذن معنى الحديث دع ما يريبك أي اترك ما تشك في كونه حسنا أو قبيحا حلالا أو حراما إلى ما لا يريبك واعدل إلى ما لا شك فيه يعني إلى ما تيقنت حله وحسنه فإن الصدق طمأنينة ما يطمئن إليه القلب ويسكن وإن الكذب ريبه يقلق القلب منه ويضطرب وهذا الحديث كأنه يعني كالتمهيد لقوله النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه فإن وجدت نفسك ترتاب في الشيء فتركه فإن نفس المؤمن تطمئنه إلى الصدق وترتاب من الكذب فاتيابك من الشيء منبئ عن كونه مظن للباطل فاحذر وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به فتمسك به فهذا من جوامع الكلم لو بنى الإنسان عليها ما لا يحصى من الكلمات المقرؤة والمسموعة لم يستوعب ما يستوعبه هذا الحديث النبوي الشريف من المعاني الجليلة الكريمة وهو أحد مباني الدين العظم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذا الحديث الشريف على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة ما حديث آخر وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبرجاته اشتركوا في القناة